تشغل زيتونيهاته تعود لفلاحين صغر أبماهم التنقل بحثا عن نعصرة زيتون عشرات كيلومترات مسافة مكلفة بمصاريف إضافية وهم في غناء عنها الأمر لم يعد كذلك بعد الآن فقد نالوا بعضا من ثمار مؤسسة محمد الخامس لتظامن نعصرة بمواصفات عصرية انشئت على مرمى حجر من حقول الزيتون اللي بذت تعاونيات المرابطين درت واحد الخدمة كبيرة ولا أساس هاد الخدمة نجحناها في الزراعة ديال شجر الزيتون جاءت مؤسسات محمد الخامس وكني لكي انها المبادرة اللي بيقوم بهاد الخدمة اللي ندرناها ننسب شغلين مباشرة وأخرى نرسلها يضمنها هذا المشروع المندمج نعصرة الزيتون تنظف لمشروعين اثناني تربية الدواجن وتربية المواشي النتيجة تنمي سكان بوارس بحمد عن الهجرة وضمان مدخول قاري لهم فتلك حطة ضعما جاءت الفكرة انها هون نقدمه ومشروع ديالنا السيد محمد الخامس اللي بنفس هذا امتنا عبر جمعية تيشكا واحد الغلاف المالي ديال المجموع دياله ديال الفين ميتين وعشرين مليون ديال الفرنك اللي درنا فيه واحد المشروع ديالنا معصارة الزيتون واحد سيارة بيكوب واحدة بناية ديالة تربية الدواجين وضلنا واحدة محطة واحدة بناية ديالة تربية الغنم وضلنا الغنم ديالة ديالة المنطقة ديالة اللي كيصدق في المنطقة هذه المشاريع المجتمعة ساهمت في تنمية منطقة طلت الى عهل قريب تشكو العزل ذا كما يؤكده السكرة